بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اغفر لنا والجميع علمائنا ومشايخنا ومن علمونا الخير إلى يوم الدين اللهم آمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد نستأنف على بركة الله عز وجل محاضرات شرح أصول الإمام حمزة الزيات من طريق الشاطرية واليوم بعون الله عز وجل معنا في المحاضرة التاسعة وقف حمزة على الهمز وقف حمزة على الهمز طيب في هذه المحاضرات أو في هذا الباب سنتعرف على كيفية وقف الإمام حمزة على الكلمات التي تحتوي على الهمز ذكرنا في اللقاء السابق أن الهمز في اللغة العربية أو في القرآن الكريم إما أن يكون همزة مفردة يعني الكلمة فيها همزة واحدة أو أن يكون الكلمة تحتوي على همزتين تمام؟ تعرضنا لهذا الأمر في الحصة الماضية وقلنا أن الإمام حمزة في الوصل في وصل هذه الكلمة التي تحتوي على همزة واحدة أو التي تحتوي على همزتين فإن الإمام حمزة من المحققين يعني ممن يحققون الهمزة من القراء إلا في مواضع معدودة تكرناها في المرة الماضية وتحدثنا عنها وأيضا نوهنا في الحصة الماضية على أن الإمام حمزة إذا وقف على كلمة فيها همز فإنه يغير هذا الهمز ولا يقف بالتحقيق إذن الإمام حمزة إذا وقف على كلمة فيها همز سواء كان هذا الهمز متطرف أو متوسط سواء كان هذا الهمز متوسط بنفسه أو دخل عليه حرف من الحروف الزوائد سنتعرض لكل هذا فإنه يغير هذا الهمز بأنواع التغيير يقول الإمام الداني في أرجوزته يقول عن حرف الهمزة والهمز فيه كلفة وتعب لأنه حرف شديد صعب يخرجه الناطق باجتهادي من صدره وقوة اعتمادي أو وقوة اعتمادي يعيبه الكلفة والتنطع إذ هو كالسعلة والتهوع لذاك فيه النقل والتسهيل بالجعل بين بين والتبديل تمامي أخواتي وإذن حرف الهمزة من الحروف الصعبة لأنه حرف شديد وحرف مجهور هذه من صفاته كما أنه يخرج من أقصى الحلق هذا أبعد المخرج أبعد المخارج وهو أقصى الحلق ويعني فيه كلفة وفيه الصعوبة في النطق لذلك كانت العرب كثيرا ما تعمد إلى تغيير لفظ حرف الهمزة إلى بعض أنواع التغيير ومن هذه أنواع التغيير التسهيل والإبدال أو النقل والحفظ سنتعرض لذلك بعد دقيق طيب نقول أن الإمام حمزة إذن الذي نستخلصه الآن أن الإمام حمزة إذا وقف على كلمة فيها همزة فإنه يغير هذه الهمزة بنوع من أنواع التغيير سواء كانت هذه الهمزة متطرفة أو متوسطة متطرفة يعني في نهاية الكلمة متوسطة يعني في وسط الكلمة وأيضا سواء كان هذا الهمز ساكن أو كان متحركا إذن سواء كان الهمز متطرف أو متوسط سواء كان ساكنا أو متحركا فإن الإمام حمزة إيه يغير هذه الهمزة بنوع من أنواع التغيير طيب نقول هذا الحكم في حال الوقف الوقف على الكلمة طيب لكن إذا وصل هذه الكلمة بما بعدها فإنه يحقق الهمزة من مخرجها إذن يخرج الهمزة محققة من مخرجها يعني من أقصى الحل تمام بصفاتها المعروف طيب ما هي أنواع تغيير الهمز الذي يغير به الإمام حمزة لفظ هذه الهمزة حال الوقف على الكلمة طيب عندنا النوع الأول هو التسهيل والمراد بكلمة التسهيل أي تسهيل الهمزة بين بين فلما نقول كلمة بين بين أي نخرج الهمزة بين مخرجها وبين مخرج حرف المد المجانس المجانس إيه لحركتها إذن معنى كلمة التسهيل أو أحيانا نقول عنه تسهيل بين بين تمام فهذا المعنى هو أن نخرج أو ننطق هذه الهمزة بينها يعني بين قوسين كده بين مخرجها مخرج الهمزة وبين حرف المد المجانس إيه لحركتها تمام طيب أحيانا أحيانا نجد في بعض الكتب أو مثلا في بعض الشروحات عند أهل العلم يقولون إيه مثلا فهذه الكلمة فيها التسهيل فأحيانا يطلق معنى كلمة التسهيل أي يكون مطلق التغيير يعني أي نوع من أنواع التسهيل يعني تسهيل الهمزة سواء كان تسهيل بين بين أو كان إبدال أو كان نقل أو كان حذ فإنه يدخل تحت المعنى العام لكلمة إيه التسهيل المطلق إذن فكلمة التسهيل المطلق معناها مطلق التغيير معناها التخفيف معناها تخفيف لفظ الهمزة تمام هذا معنى كلمة التسهيل بصفة عامة أما كلمة التسهيل الذي نعنيها في النقطة رقم واحد هنا معناها التسهيل بين بين تمام؟ طيب نأخذ لذلك مثلا 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 نحو كلمة مثلا الله الخالق البارئ المصور كلمة البارئ تمام؟ إذا وقف عليها الإمام حمزة فإنه يسهل هذه الهمزة المتطرفة يسهلها بين بين كيف يقف؟ يقف البارئ تمام؟ سمعين هذه يعني لفظ التسهيل كيف يكون؟ البارئ هذا يسمى تسهيل بروم تمام؟ يعني أنا سهلت الهمزة ورمت حركة الضم طيب طيب مثال آخر للتسهيل مثل نحو كلمة الملائكة تمام؟ مثلا إذا وقف على هذه الكلمة فإنه يقرأ الملائكة تمام؟ مرة ثانية الملائكة تمام؟ يبقى يسهل لفظ الهمزة بين بين طيب مثل آخر نحو مثلا كلمة وكأين لو وقف عليها يسهل وكأين تمام؟ وكأين طيب يبقى إذا هنا في كلمة البارئ سهلنا الهمزة بين بين يعني بين مخرج الهمزة وبين مخرج الواء المادية تمام؟ ليه؟ لأنه هذه الحركة هنا حركة الهمزة الموقوف عليها مضمومة تمام؟ طيب كلمة الملائكة هنا سهلنا الهمزة بين الهمزة وبين الياء المادية لأن حركة الهمزة هنا الكسر الملائكة هذه مكسورة طيب كلمة وكأين عندي همزة مفتوحة يبقى إذا سهلنا الهمزة أخرجناها بين مخرج الهمزة وبين ألف المد ويضح هذا المعنى يبقى هذا معنى كلمة التسهيل بين بين يعني بين الهمزة وبين حركة أو بين حرف المد المجانس لحركتها طيب النوع الثاني من أنواع التغيير الذي يغير به الإمام حمزة الهمزة حال الوقف هو الإبدال والإبدال معناه أي إبدال الهمزة الساكنة تمام؟ حرفا من جنس حركة ما قبلها تمام؟ إذن إبدال الهمزة يبدلها حرف تمام؟ هذا الحرف ممكن يكون حرف مد لو كان الهمزة ساكنة وممكن يكون حرف من جنس حركة ما قبلها إن كانت متحركة مثلا يعني سيأتينا إن شاء الله الأنواع تمام؟ إذن المهم أننا هذه الهمزة تمام؟ أبدلها يعني أحذفها وأبدلها أبدل مكانها حرف من جنس حركة ما قبلها طيب نأخذ لذلك أمثلة مثلا نحو كلمة إقرأ تمام؟ كيف أبدلها؟ أبدل هذا الهمز الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبلها ما قبلها الرأ هنا إيه؟ مفتوحة إذن سأبدلها إيه؟ ألف مد سأقرأ أراء راء إبقى إيه؟ أبدلت إيه؟ ألف مد طيب مثلا نحو كلمة المؤمنين تمام؟ المؤمنين هذه همزة ساكنة قبلها حرف مضموم يبقى إذن مباشرة سأبدل هذه الهمزة ومد تمام؟ ليه؟ لأن ما قبلها مضموم طيب يبقى إذن كيف أقرأها؟ لعند الإمام حمزة إذا وقفت سأقرأ المؤمنين طيب لو وصلت أصل بالتحقيق المؤمنين تمام؟ وأصل بما بعدها تمام؟ يبقى إذن لو وصلت أوصل بالتحقيق تحقيق الهمز ولو وقفت أقف بالتحقيق بنوع من أنواع التسهيل هنا عندي في كلمة المؤمنين سأقف بالإبدال طيب مثال آخر نحو كلمة تأكلون يبقى كيف يقف يقف؟ تأكلون تمام؟ طيب بعد ذلك النوع الثالث من أنواع التسهيل أو التغيير في الهمز هو النقل والنقل معناه هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة يبقى إذن هنا في النقل النقل أن تكون الهمزة متحركة وما قبلها ساكن وما قبلها إيه؟ ساكن تمام؟ طيب فأنا الآن سأحرك هذه حركة الهمزة من فوق الهمزة فأضعها على الحرف الساكن تمام؟ وأحذف هذه الهمزة وألفظ إيه؟ الكلمة مثلاً نحو كلمة شيئة أخذناها هذه أخذناها هذه إيه؟ في باب الساكت طيب كيف نقرأ كلمة شيئة؟ سنقرأ إيه؟ الآن سنأتي بحركة الهمزة وهي الفتحة شيئة سنطرح حركة الهمزة هذه الفتحة على الياء الساكنة قبلها ياء اللين فإيه؟ وثم أحذف الهمزة ستصبح شايا تمام؟ شايا طيب كلمة أخرى مثال آخر نحو مثلاً كلمة سيئة لو وقف الإمام حمزة على كلمة سيئة أنا عندي أيضاً الهمزة المفتوحة وقبلها إيه؟ ياء هذه الياء مادية ساكنة يعني إذن الآن ستتحرك هذه الياء المادية الساكنة بحركة الهمزة والتي هي الفتحة وأحذف الهمزة كيف سأنطقها؟ سأنطق سيئة سيئة طيب مثال آخر مثلاً نحو كلمة ملء ملء طيب لو وقف عليها الإمام حمزة سننقل حركة الهمزة التي هي الضم إلى اللام الساكنة قبلها تمام؟ ستصبح ملء طيب لكن أنا الآن وقفت وقفت على هذه اللام إذن سأثكنها للوقف ستصبح ملء إذن ستعود اللام مرة أخرى إلى الإسكان بسبب الوقف تمام؟ ولنا أوجه أخرى وهي واجه الروم أو الإشمام وهي يعني من أوجه الوقف على أواخر الكلم هذه من أوجه التجويد تمام؟ كمان درسناها إيه؟ في باب الوقف على أواخر الكلم عندما درسنا التجويد والجزرية وما نحو ذلك تمام؟ طيب إذن هذا إيه؟ معنى كلمة النقل طيب أما الحذف الحذف واضح من اسمه أنه إيه؟ أننا نحذف الهمزة بالكلية من الكلمة إذن نحذفها من دون أن نغير إيه؟ من دون أن نغير أو ننقل حركتها أو شيء لكن سنحذفها ولها في ذلك شروط وقواعد طيب نأخذ لذلك أمثلة مثلا نحو كلمة متاكئين تمام؟ عندما يقف الإمام حمزة على نحو كلمة متاكئين يقف عليها بحذف الهمزة تمام؟ وسنتعلم لماذا يحذف الهمزة هنا في وقتها يعني إن شاء الله لكن كيف يقف؟ الآن سنحذف الهمزة يعني سنقرأ الكاف من كلمة متاكئين ومباشرة ننتقل إلى الياء تبقى ستصبح متاكئين تمام؟ متاكئين طيب بعد ذلك عندي كلمة أخرى كلمة يستهزئون تمام؟ طيب يستهزئون عندي أنا الهمزة هنا سأحذفها عند الإمام حمزة إذا وقف عليها فستلتقي الزي بواو المد هنا بقى اللي ذكرناه منذ قليل قلت إيه ولها في ذلك شروط وهو إذا كان الحرف السابق للهمزة المحذوفة يعني مخالف لوو المد الذي بعدها فإننا نضم هذا الحرف يعني هنا هنضم حرف الزي نقول إيه؟ يستهزون تمام؟ يستهزون طيب كلمة تطاوها إذا وقف عليها يقف بها حذف الهمزة أيضا فيقف إيه؟ تطوها هنا أيضا شرط آخر لأنه عندي كلمة تطاوها عندي هنا واو مد بعد الهمزة لكن لما حذفنا الهمزة التقت الواو هذه المدية الساكنة بحرف مفتوح وهو حرف الطا من قبل الهمزة فلذلك إيه؟ ستصبح عندي هذه الواو واولين بعد أن كانت واو مد إذا نقرأها إيه؟ تطوها في حال الوقف طيب لو وصل لا يعني على طول يحقق يحقق إيه؟ كل هذه الهمزات سيقرأها إيه؟ بالتحقيق طيب أتمنى إن شاء الله يكون الأمر واضح يعني ده فقط مقدمة وإن شاء الله سنأخذ إيه كل ذلك بالتفصيل طيب الآن إحنا قلنا أن الإمام حمزة يسهل أو يغير أو يخفف الهمزة في حال الوقف على هذه الكلمة التي فيها همزة سواء كانت الهمزة متطرفة أو متوسطة صحي كده؟ طيب الآن سنتعرض للهمز المتطرف أولا وننتهي من أنواعه وأحكامه وقواعده وأوجهه وبعد ذلك ننتقل إيه إلى الهمز المتوسط يبقى إذن أولا سندرس وقف حمزة على الهمز المتطرف طيب نقول أن الإمام حمزة في الوقف على الهمز المتطرف له وجهان في الوقف وجهان رئيسيان أو وجهان أساسيان الوجه الأول يسمى وجه القياس أو وقف القياس وقف القياس ما معنى كلمة وقف القياس؟ يعني تغيير الهمز وفق القواعد القياسية القواعد القياسية يعني قواعد تمام؟ في اللغة العربية في لغة العرب كانوا إيه يعني يغيروا بها الهمزة تمام كده؟ يبقى مرة أخرى معنى كلمة وقف القياس تغيير الهمز وفق القواعد القياسية العامة كما بيّنها علماء اللغة نحو التسهيل والإبدال والنقل والحذف اللي إيه اللي قلناه منذ قليل تمام؟ هذه بتسمى إيه قواعد؟ هذه القواعد على ماذا تترتب؟ تترتب على الرسم مثلاً رسم الكلمة في المصحف تترتب على حركة الهمزة تمام؟ إن كانت متحركة إن كانت ساكنة طيب إن كانت متحركة هل قبلها حرف مد؟ هل قبلها حرف زائدة عن بنية الكلمة؟ هل قبلها متحرك؟ هل هي ساكنة وقبلها متحرك؟ ولا هي متحركة وقبلها ساكن؟ ولا هي متحركة وقبلها متحرك؟ كل هذا قواعد قياسية في اللغة تمام؟ يقف إيه من خلالها الإمام حمزة على هذه إيه الكلمات؟ تمام؟ طيب هذا إيه أو الوجه؟ وجه القياس وجه القياس هذا لا يخرج عن الأنواع التي ذكرناها منذ قليل التي هي إما تسهيل، إما إبدال، إما نقل، إما حظ تمام؟ طيب أيضاً يدخل معنا في كلمة الإبدال لما نقول إبدال الهمز يدخل معنا وجه الخامس وهو الإبدال تمام؟ ثم الإدغام الإبدال ثم الإدغام وهذا يأتينا في حالات إن أبدلنا تمام؟ وكان الحرف الذي بعد الهمزة المبدلة من جنسه يعني مثلاً أبدلنا واو وكان الحرف اللي بعد الواو، واو متحركة هنا يأتي إيه؟ الإدغام إبدال ثم إدغام تمام؟ أو مثلاً أبدلنا ياء وكان إيه؟ بعد هذه الياء المبدلة أيضاً ياء ياء متحركة مثلاً فإننا إيه؟ ندغم الأول في الثاني تمام كده؟ وهذا إن شاء الله إيه سيأتينا يعني لكن نقول أن وجه الوقف بالقياس هو تبعاً لإيه؟ للقواعد اللغوية التي لا تخرج إيه عن أنواع التغيير الذي إيه ذكرناه منذ قليل وكل هذه الأنواع بالتغيير كانت تستخدمها العرب لتخفيف إيه؟ لفظ الهمزة طيب الوجه الثاني من أوجه الوقف عند الإمام حمزة هو وقفه الرسمي أو الوقف الرسمي تمام؟ أو وجه الوقف على الرسم طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يختص بتغيير الهمز وفقاً لرسم المصحف العثماني تمام؟ وفقاً لرسم المصحف العثماني طيب الصحابة رضوان الله عليهم ويعني التابعين من بعدهم لما كانوا يخطون المصاحف تمام؟ كانوا لا يصورون للهمزة يعني صورة يعني بمعنى أن الهمزة لم تكن لها حرف مستقل في الكتابة هذا معنى كلمة لم يصوروا لها صورة يعني لم يكن هناك شكل لرسم حرف الهمزة تمام؟ لم يكن هناك شكل لحرف الهمزة يعني نحن الآن نكتب حرف الهمزة نكتبه هكذا مثلاً صحي كده؟ نحن نكتب الهمزة هكذا هذا لم يكن له شكل عند العرب يعني لم تكن العرب تكتب همزة ولكن لو كانت الهمزة مثلاً مفتوحة كانوا يرسموها على ألف تمام؟ وأحياناً مثلاً لم يكنوا يرسموها أو يرسموها على واو أو يرسموها على ياء تمام؟ على حسب يعني قواعد الكتابة عندهم المهم أنهم لم يكنوا يكتبون حرف الهمزة كانوا يلفظون همزة كانوا يقولون أ أو 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 إي لكن هذا الحرف أ أو 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 إي لم يكن له يعني الصورة في الكتابة تمام؟ فكانوا يصورون بدلاً عن الهمزة يصورون لها صورة الواو يعني يكتبون الهمزة يكتبون بدلاً عنه حرف الواو إذا كان مجموماً مثلاً تمام؟ أحياناً كانوا يصورون بدلاً عنه تمام؟ السلام عليكم وعليكم السلام يا أخوات الصوت واضح؟ واضح ما عليكم نعم نعم أليم أني واضح طيب طيب نعود فنقول إذن الإمام حمزة تمام؟ إذا وقف على كلمة صورة لها صورة الهمزة على صورة الواو تمام؟ كان يقف على هذه الكلمة ايه؟ كان يقف على هذه الكلمة بالواو تمامي أخوات؟ وإذا وقف على كلمة صورة الهمزة فيها على صورة الياء كان يقف ايه؟ بالياء واضح؟ طيب طيب إذا رسمت الكلمة في المصاحف العثمانية بدون همزة بدون همزة يعني الهمزة تلفظ لكن غير مرسومة وليس لها صورة كان أحياناً يقف على هذه الكلمة في مواضع يعني محصورة ولها قواعد كان يقف بحذف ايه؟ هذه الهمزة كما أنها حذفت ليس لها صورة محذفة من صورة الكلمة فإنه أيضاً كان يحذفها ايه؟ في اللغة طيب تعالوا نأخذ يعني حاولت أن أنا يعني آتي لكم بشرائح لمخطوطات قديمة في يعني للقرآن الكريم فيعني تحصلت على بعض المخطوطات كنت أتمنى أن أنا أتحصل على أكثر من ذلك لكن هذه كانت أوضح المخطوطات ويعني أكثرها بياناً لهذه ايه؟ الفكرة التي أريد أن أوصلها لها الآن لو يعني حاولنا أن إحنا نقرأ في هذه المخطوطة طبعاً المصاحف قديماً قديماً قبل أن يبتكروا علماء العرب الأفذاذ قبل أن يبتكروا علامات الضبط أو أصلاً من قبل ذلك النقط تمام؟ وقبل أن يبتكر الإمام العلامة أحمد الفراهيدي الخليل أحمد الفراهيدي قبل أن يبتكروا الهمزة والنقط بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي وثم علامات الضبط من بعد ذلك كانت هكذا تخط المصحف كانت هكذا تخط المصحف فيعني لو حاولنا أن إحنا نقرأ هذه الآيات هي صدر سورة النساء مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَنُونَ وَسِينَ وَأَلِفُ إذن ليس لدينا شكل الهمزة تمام؟ هذا لما نقول كان الإمام حمزة سواء في التغيير القياسي أو في الرسمي هنا يعني إذن الخط المصحف أيضا له عامل في تغيير هذه الهمزات طيب كلمة نساء واتقوا الله الذي تساءلون شوفوا كلمة تساءلون نحن الآن عندنا في المصحف بين الألف واللام من كلمة تساءلون لدينا هنا همزة صح؟ لم تكن الهمزة مكتوبة شوفوا أهو لم تكن الهمزة إيه؟ مكتوبة طيب طيب بعد ذلك عندنا كلمة والأرحام عندنا أيضا لا يوجد فوق الألف لا يوجد فوقها إيه؟ همزة طيب وكلمة أيضا إن الله كان عليكم رقيبة وآتوا اليتامة شوفوا وآتوا ليس فيها أيضا همزة سابقة للألف تمام؟ أموالهم ليس فيها همزة ولا تأكلوها لا أيضا ليس فيها همزة تأكلوها مكتوبة وتأكلوها هكذا بدون همزة تمام؟ وهكذا وأيضا إيه؟ أموالهم إلى أموالكم أيضا ليس فيها إيه؟ همزة أموالهم وأموالكم ليس فيها همزة إذن إيه؟ هكذا كانوا إيه؟ يخطونا المصاحف قديما آه طبعا يعني الأخوات اللي بيقولوا يعني نقرأ من محفوظنا وسبحان الله يعني الكلمات أيضا يعني غير واضحة لأنه اعتدنا على علامات الضبط والنقط وما إلى ذلك طيب انظروا إلى هذه المخطوطة قل لا أسألكم عليه أجرا شوفوا كلمة أسألكم ليس فيها همزة يبقى هذا معنى كلمة أنهم كانوا لا يرسمون إيه؟ للهمزة يعني حرف يعني كان لا يرسم هذا الحرف لا يرسم لكن ينطق يلفظ فقط شوفوا يقول لا أسألكم عليه أجرا أيضا ليس فيها تمام؟ فإن يشأ الله فإن يشأ الله هذه مش عارفة القلم مش رضي يشتغل معي لي الله مستعد تمام؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك اللي عليها هذه الدائرة تمام؟ بإذن يشأ مكتوبة ياء وشين وألف فقط ليس على الألف همزة طيب بعد ذلك اللي هي الدائرة الأخيرة من الأسفل عندنا كلمة إذا يشاء قدير إذا يشاء قدير مكتوبة ياء وشين وألف فقط ليس بعد الألف همزة طيب نشوف مخطوطة أخيرة يعني هذه لفتت نظري سبحان الله لكلمة فرشية لما نقول أن القراءة يعني من أركان يا أخوات من أركان القراءة تمام؟ أن تكون هذه القراءة موافقة لخط المصحف فما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان في قول الإمام ابن الجزري في طيبة النشر في فتحة طيبة النشر كلمة ما وافق وجه عفوا فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي هذا معنى كلمة إيه؟ وكان للرسم احتمالا يحوي شوفوا عندنا إن الذين اتقوا إذا مسهم شوفوا كلمة طائف مكتوبة إزاي؟ طائف من الشيطان شوفوا مكتوبة إزاي؟ مكتوبة طاء ويا وفاء تمام؟ عشان كده عندنا الإمام ابن كثير بيقره طيف من الشيطان طيف يبقى إذن هنا إيه؟ وافقت الرسم مكتوبة طاء ويا وفاء المهم يبقى إذن كلمة طائف هنا طائف من الشيطان أيضا لم ترسم الألف ولم ترسم إيه الهمزة تمام؟ طيب في أسفل هذه المخطوطة نجد كلمة يسألونك عن الأنفال هذه صدر صورة الأنفال يسألونك شوفوا كلمة يسألونك مكتوبة يا وسين ولام ووا ونون وكاف لتحتها هذا الخط الأخضر يسألونك أيضا إيه؟ لم ترسم الهمزة وكلمة الأنفال أيضا لم ترسم إيه الهمزة على الألف طيب إذن نعود فنقول إذن هنا إذا وقف الإمام حمزة على أمثال هذه الكلمات فإنه يقف إيه؟ إما بوجه القياس يعني بوجه القواعد القياسية في اللغة أو إيه بوجه الرسم والوجه الرسم كما ذكرنا منذ قليل قيدنا بإيه؟ إذا صورت للهمزة صورة الواو وقف إيه بالواو وإذا صورت للهمزة صورة الياء وقف بالياء وإن لم تصور للهمزة صورة ففي الغالب يقف بالإيه؟ بالحذف طيب خلينا نشرح وإن شاء الله أننا سيكون الأمر إن شاء الله يكون مفهوم هنا بالنسبة ليه مثلا عندي بالنسبة ليه الوقف بأوجه الرسم إحنا الآن عرفنا أنه المصاحف زمان لم تكن إيه ترسم فيها صورة للهمزة يعني بمعنى صح الهمزة المعروفة عندنا الآن لم يكن لها شكل حرف مستقل في الكتابة في الرسم ولكن إيه كان أحيانا يصور لها صورة الألف وأحيانا صورة الواو وأحيانا صورة الياء وأحيانا لم يكن يصور لها إيه صورة طيب فإن كانت الكلمة تصور فيها الهمزة على صورة الألف نحو مثلا كلمة يشأ أو كلمة يشاء التي قرأناها منذ قليل فإن هنا القياس القياس الوقف بالقياس عند الإمام حمزة لا يخالف الرسم لا يخالف وقف الرسم ليه؟ لأنه في الحالتين اللي هنا سيقف بحرف الألف يشاء تمام؟ يباقي يشاء أو مثلا كلمة يشاء حيقرأ إيه؟ يشاء تمام؟ سيبدل إيه ألف طيب لكن ده بالنسبة لو إيه صورة الهمزة على صورة الألف طيب لو صورة على صورة الواو ثان إيه؟ فيقف عليها بالواو المحضة نحو مثلا كلمة إيه؟ العلماء تمام؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء تمام؟ هنا سيقف هنا كلمة العلماء لما ننظر لها في المصحف نجدها مرسومة الهمزة عندنا في مصاحفنا الآن الهمزة مرسومة فوق الواو لكن في المصحف القديمة في المخطوط زي ما إحنا كنا ننظر في المخطوطات الآن كانت مكتوبة كلمة العلماء مكتوبة بعد الميم واو وبعدها ألف فقط يبقى إذن هنا صورة الهمزة على صورة الواو أو رسمت الواو بدلا عن إيه؟ عن الهمزة فكان الإمام حمزة يقف بإيه؟ بواو عوضا عن هذه الهمزة يبقى يقف كيف يقف بواو؟ العلماء هذا هو وقف الرسم هذا هو المقصود بكلمة وقف الرسم يعني كان يقف بما يوافق المرسوم في المصحف مرسوم واو يبقى حيقف بواو تمام؟ طيب مثلا مرسوم بيه نحو كلمة إيه؟ مثلا كلمة بلقاء الآخرة بلقاء هنجد أن الهمزة عندنا في مصاحفنا الآن الهمزة مرسومة تحت الياء تمام؟ لكن قديما قبل ابتكار شكل للهمزة كانت بدلا عن الهمزة ترسم ياء يبقى إيه؟ كانت مرسومة بلقاء هكذا رسمت فلذلك كان يقف الإمام حمزة بلقاء يقف بلياء هذا الوقف بلياء هو وقف الرسم هو المقصود بكلمة وقف الرسم تمام؟ يبقى إذن لما نقول وجه الرسم أو الوقف بالرسم يعني الوقف بما يوافق مرسوم المصحف كانت مرسومة الهمزة مرسومة على صورة الواو خلاص يقف بواو طيب مرسومة على صورة الياء يبقى إذن هيقف على الياء يقف على حرف الياء يسكنه تمام؟ أو عندنا أوجة أيضا الروم والإشمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا